السلام عليكم ازايكو يا جماعة عاملين ايه ناس كدرية جدا كانت شفت في درجة اوتيوب الحق ورنجا فيها دون الحق ورنجا مش عارف فيها ايه وتبقى الرنجا مقفولة وزال فل وفتح قدر فيها دون ناس كدرية عررت على الفيديو نزلت بطلانشون حلواني ازاي شاكت ان اللانشون باز قبل ان تفتعل اولا انا كدرنت ان واضح فيديو بس انت مش بتركزه على الحتة اللي على مازال اللانشون لما خبطته بالسكينة شميت رحة وحشة لما تخرم الكيس بتاعه شميت رحة وحشة ولقيته سايب كدر ده اللي خلانا نتأكد ان اللانشون في حاجة بايزة قبل ان افتحني الكيسة تخرم وطلع ريحة رحة وحشة جدا يعني تمام الرنجا يا جماعة ده من السمك ني دي رنجا مدخنة بتقعد في جهاز تدخين كدر تقعد 12 ساعة عشان تتدخن عمرها مكانة رنجا نية عمر السمك ده مكان نية حتى دونه مدغاية لان ده تدخين يشغلوا نشارة خشب في جهاز التدخين ده طبعا انا ممكن اعملها لكم في البيت تمام؟ عندنا مصنع الرنجا هنا بيبيع كل سمك الرنجا نية ب 20 جنيه ممكن يتعامل صنية او ممكن يتعامل رنجا ممكن طبعا انا جبلكم من عندهم سمك و اعملها لكم الرنجا بس هيبقى دخان في البيت لان البيت مليان دخان و مالهاش لازمة و احنا قريبا نجيب الكيلو ب 25 جنيه فالقاء خمسة اتنيه طب ما هي هي ماشي؟ في حاجات كثيرة يا جماعة انا موارداش اعملها في البيت لاني بتبقى نفس التكلفة بتاعت بلا بس بلا الفرق عندهم ايه؟ هم بيجيبوا الحاجة جملة كده بيكسابوا فيها انهما لما يعملوها و يبيقوها تمام؟ ان هادر غادر ان شاء الله يبقى لنجا عم تركها بكده موس الرنجا سهلة جدا بسيطة لازل اي جماعة بتحب تاكل الرنجا حدقة الرنجا تتحدقى ماشيها عن مار ايشويها اما حطيها في صنية حطيها في الفرن وبع ساعة و فلاز بتعمل الرنجا بصالصة طماطم انا عن نفسها بحبهاش انا عندي واحدة صاحبتك بتحب اشرر مثال بسيط ملك من تصعب تحب اشرر الرنجا جدا 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 انا بحبهاش عادة جدا الرنجا من جوا نظيفة ولا فيها دود ولا فيها سحالي ولا فيها عقالي وهي جماعة الرنجا زي الفل هيا نشيل السفا كله و زي الفل بص يا جماعة الرنجا فيها نوعين بطارخ النوع النعم النوع النعم ده بتاع الدكر نوع ده بتاع الدكر ناس بتحبه و ناس بتعرف فيه و ناس بتاكله تمام؟ اهو 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 هيا انا بقى فصص الرنجا كيف او كده اطبعا بطارخ كل ده بتاكشر اهو ي Religious يتنظف و يتنظف و يتاكل كما هو يضع زيت و يحب يتاكل كما هو يتاكل أزواج و كلها ثقافة شعور يتاكل انشوجة انشوجة مضخنة كي يوم لكن لا أعرف طريقتها يتاكل كلها تبقى من جوة الرينجة كي يوم حفظ الرينجة يا جماعة في الفريزر وتاني مرة اللي عايز الرينجة تكون حدقة يشوحها على النطش و عصر الدرعة درعة و حلوة قوي كلها 25 جنيه و جميلة طبعا فيها مكن يتبقى 30 و 40 و 45 و 50 و لكن هذا يتبقى بقى 25 جنيه هذا جميل هو اللي نقم الصندوق لكن كانت مجملة هو اللي مدانك يضعها عنده في الفريزر و تراجعها في الفريزر بصو كده ازاي الفل اسمعوا كلامهم اسمعوا كلامهم لما تبقى حدقوا طحينة برضا نضع طحينة و زيت طحينة و زيت و شوية لمون تبقى جميلة لا تبقى حلوة في كبات شاة هذا سيزلوكوا الأكل الغداء النهاردة سهل جدا و حلوة حلوة نقصد فريزر و قشرت كل اللينجة و قشرت كلها بعد تصرح نقصد فريزر و قطع كلها و اجعلكوا بعد ثم نقصد فريزر و الزيت و الطحينة و الحجاب بصوة طبقة افتتحت معمومة خلصت اللينجا لا تستطيع زيت نوصر للمون هناك ضغيل موسر لينجا الموسر لينجا تضرب في الخلاط جدا 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 أكل أزوائي أكل أزوائي كورلات 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 جميلة جميلة هذا يجب أن يكون إلى الوضع سأضرب وهم يمكن أن يفتري وتغذر و تعشى الوضع ولا أين فإنهاش و أحسن و أحسن جزء حسن أحسن يستمعنا و الأمر اجل المتابعين من أن تتغذر و تتعشى الوضع أو يمكن أن تتغذر و تتعشى الوضع نضيف اضع طحينا اغتيالي اغتيالي لا احب الطحينا اصلا طبعا فلس تقاطع فيها خاص فلفل اغدر وبصل اغدرها كامل اه انا اضع طحينا اغترنا حيثه اغترنا اغترنا امه اغتردنا يمكننا أن نجعل حبة بصل الأغضل أو بصل أحمر نضع و نضع ذلك نضع و نضع و نحكم هل يشربت العيش يحكم الذوقان بسم الله لميلة وضح هل تدوء حسن؟ دوء لا أريد أن أأكل لا أريد أن أأكل دوء أريد أن أعجبك نضيف 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 كما أردتكم يا جماعة والفتحتها قدامكم أهم شيئا أن تجلبوا الوضع نضيفها من السوبر مركز هذا أضمن مكان هناك أشخاص يتبعون في السوق هناك أشخاص يتبعون نضيف لكن لا تضمنوا شيئا الأفضل أن تجلبوا الوضع من حد مضمون مثل مصنع الوضع ويبعون الوضع ويبعون الوضع مغلفة وهذه هيئة لكن الفرق أن المغلفة تتصدر ويبعون الوضع ويبعون الوضع ويبعون الوضع مخلية ويبعون الوضع ويبعون مصنع ويبعون المصنع ويبعون مصنع ولكنه يبعون مصنع ويبعون مصنع سمكة التونة سمكة التونة ما تبقى متوفرة كثير جدا 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 في شهر 12 فأمر الشهر يعمل لكم التونة وإن شاء الله هتجلبوه وتعيجه وتبقى أحسن من برد وتقول لكم زي تخزنوها تقعد معكم بالست سبع شهور في البيت فأمر الشرق